سلام عليكم أصدقائي أنا السيزار برحب فيكم في قناتي السيزار ريفيوز أهلا وسهلا بالجميع وحلقة جديدة من سلسلة شو أشتري وقبل ما نبلش نحكي عنها نتذكرى بعض أهلنا إخواننا في فلسطين لحالهم والله إخوان لحالهم إشي بيؤلم القلب بحسوا بينزع منا حتى الإنسانية وأنا بتفاجأ بتستغرب من الناس اللي بيكونوا علقوا تعليقات سلبية وإنت شو سويت إنت شو عملت هو إحنا قادرين نسوي إشي أنا قادر أسوي إشي ولا إنت قادر تسوي إشي ولا حتى الرؤساء أنا قادرين نسوي إشي ما حتى قادر تسوي إشي هيهم لحالهم بموتوا الناس بس على الأقل أنا بحكي عنهم بإحساسي أنه إحنا مسؤولين كل واحد مسؤول بقدر يعني المسؤولين اللي عليه لازم ما ننساهم لازم نظلنا نحكي عنهم نتذكرهم لحتى يحسوا أن فيه ناس حاسين فيهم وبتذكرهم الله ينصرهم وأنا بعرف أنه كل واحد حسب بلده يعني مثلا أنا من فلسطين فممكن يعني بتحسوني أقرب لأنه أنا فلسطيني أردني لكن حتى لو أنت من السعودية أو أنت إماراتي أنت عربي مسلم فكلنا والجزائري والمغربي والصومالي والموريتاني كلنا مسلمين عرب أتوقع هاي القضية تجمعنا لأنه أخ إليك بغض النظر بتحبه ولا ما بتحبه وتتوافق معه بالرؤية السياسية ولا ما تتوافق معه بالرؤية السياسية يقتل يهجر المدن تبعتهم تدمر ما ظلش عندهم إشي غير صمودهم والنخ واللي عندهم والقوة والرجولة هذا الموجود عندهم الحمد لله والإيمان فعلى أقل إحنا بدل ما نطخ عليهم ونحكي عنهم ونتركهم ونعيش حياتنا على الأقل أنت على السوشال ميديا ما تطلع يعني بتضحك وبتوكر وتفرفش أنت وصح بيتك ولا أنت ومرتك يعني احترم الناس على الأقل شوي حس بمعاناة الناس غيرك يعني الناس غيرك الله المستعاني ادعو لهم يا إخوان وحاولوا تساعدوا إن كان بالدعاء أو بالمساعدة المادية الله يزيكم خير بالعادة بسألكم شو الأجهزة اللي بتحبوا أني أعمل عنها حلقة مقارنة شو أشتري تقريبا تكتبوا لي خيارات ويعني طبعا مش راح أغطي كل الخيارات لكن مرات بعض الخيارات هيك بتجدي بانتباهي واحد من الخيارات واحد طلب مني أني أعمل مقارنة بيدي أشتري آيفون 12 برو ماكس ولا أشتري الشامي 13 تي برو فبصراحة جذبني هذا الخيار حسبتها دورت حتى بأمازون الإمارات لقيت أنه سعر الجهازين تقريبا نفس الشيء 1200 درهم يعني حوالي 400 دينار حوالي 500-600 دولار يعني زابطة الأسعار عن جد زابطة هل بتقارن مع بعض خلينا نعمل مقارنة ونشوف مين أفضل لأنه آيفون هذا كان هو فلاكشيب بسنته والشاومي هذا لا يعتبر فلاكشيب تبع الشركة ولكن يعتبر جهاز جدا قوي ومحترم تعالوا نحكي التفاصيل طبعا للتذكير الشاومي تم إطلاقه بأواخر 20-23 أما الآيفون تم إطلاقه بأواخر 20-20 في فرق كبير في العمر الزمني وهذا ممكن يخلي أنا بالنسبة لي بشجعنيش على الإشي القديم لكن الأبل أو عالم أبل الجهاز ما بيعيش عندهم سنتين وثلاثة وممكن الجهاز يعيش عندهم ستة وسبع سنوات فيمكن هايميز لأبل إذا اللي بديش تري فلساته خيار قابل للشراء للي بيسألني بالنسبة للتصميم اللي بيعشقوا تصميم الآيفون وناس كثير بتحب هذا التصميم حيلاقوا بالآيفون التصميم الفخم لأنه أصلا الفلاكشيب أعلى إشي كان لما نزل بسنتها فبينزل فخم مرتب شكله حلو من معدن من زجاج الجهاز فخم ما عليه مشاكل الشاومي يعني التصميم عادي مش جميل ولا سيء بس يعني مش إنه متميز بالتصميم تصميم عادي جدا نسويلي فلو تصميميا أنا بختار بكين الآيفون كل الجهازين عندهم معيار IP68 واحد منهم بدعم شحن لسلك الآيفون الثاني لا لش أمو والمعلومة الشاومي من البلاستيك عادي صح؟ أنا شخصيا بشوف تصميم الآيفون هو الأفضل إذا بدك تصميم الخيار عندك نحكي عن الشاشات الآيفون بيملك شاشة ممتازة سوبر ريتنا OLED 6.7 إنش ولكنها بتردد كم؟ 60 هرتز نعم والسطوع أعلى إشي يبلغوا 1200 نتز لكن الألوان هناك حلوة إخوان استخدام الجهاز رهيب يعني بتعارفين كيف الآيفون جهاز فلاكشب يعني ما فيه كلام هنا نحكي فيه عن موضوع الشاشة حلوة ألوانها ولا مش حلوة لأن الألوان عن جاد حلوة الشاومي أرقامها أفضل آمولد تدعم 68 مليار لون بتردد 144 هرتز هذا فارق ممتاز جدا الشاشة فعليا أسلس بكثير من شاشة الآيفون سطوحة يصل لـ 2600 نتز أنا بعض النقطة هون أكيد لشاشة الشاومي النظام يعني أنا واجهة شاومي مش كثير مغرم فيها بس برضو أنا نظام الآي او اس ما بحبه في لذلك شاومي عندي لسه أحسن من نظام آي او اس كتجربة مستخدم أنا بحكيه مش كقدرات كقدرات النظامين قادرين يعني أنظمة قوية جدا ونظام الآي او اس مش نظام سيء بالعكس هو قوي بس أنا ما بحبه ما بحب أشكاله ما بحب ألوان ما بحب الكنترولز اللي علي والتسكير هاي أشياء ما بحبها بعالم آي او اس بعالم أبل بحب الانفتاح بعالم الأندرويد لذلك شاومي بالنسبة للنظام أفضل الآيفون هذا صحيح قديم لكن يمكن يوصل له تحديثات سنتين وثلاث سنوات عادي من هسة الشاومي لأنه جديد برضو ممكن يوصل له من سنتين لثلاث سنوات تحديثات هايبروأس طبعا فيعني متساوين بهذه النقطة لكن أنا بختار نظام الأندرويد الأداء الآيفون يعني فلاكشيب عنده معالج A بايانيك 14 مبني بمعمارية 4 نانومتر أداء رائع يعني بشغل أي ألعاب بدك إياها أداء ممتاز أما الشاومي عليه معالج دايمن سيتي 9200 بلس هذا المعالج أنا أعتقد أنه يتفوق على معالج الآيفون أداء عالي جدا يعني يمكن بس في إشكالين ممكن تحمى حرارته نعم لأنه أداءه تردده عالي جدا ورح تشوف كيف بالألعاب أداءه رائع جدا لكني أنا بميل لصالحه لهذا المعالج وهو أيضا مبني بمعمارية 4 نانومتر في النهاية الجهازين رح يقدموا أداء عالي يمكن في النهاية رح يصفي عليك أنت ممكن النظام هو اللي يخليك تختار هذا أم هذا لأنه مش كل حدا بروح على أبل برتاح إيه والله جميل وحلو لا فبدك تركز بهذا الموضوع ساعات التخزينية أكيد شاومي أفضل بالساعات التخزينية لأنه أبل شوية بخيلي بموضوع الساعات 6 رام وممكن تلاقي 128 جيجا الساعات التخزينية فهاي نقطة برضو مهمة الكاميرات طبعا الآيفون معروف فلاقشب كاميرا خرافية فيديو خرافي كلهم 12 ميجابيكسل نعم صحيح اللي هي العريضة والزوم والأساسية شاومي عنده اختلاف لأنه عنده كاميرا أساسية 50 ميجابيكسل حساس 1 على 1.28% الايفون حساسه 1 على 1.9 انش فيه فرق بالحجم كبير وكلهم عنده وانا جربت الكاميرا جربت اثنين وجربت كاميراتهم كاميرا أساسية تبعت شاومي أفضل حبيتها أكثر ممكن الفيديو تبعا الآيفون حيكون أفضل أوكي لكن الكاميرا التصوير الفوتوغرافي شاومي كل الجهازين بيملك زوم 2.5 Listening يعني يشوفو التفاصيل عند شاومي أفضل بسبب انه 50 ميجابيكسل كاميرا الزوم الكاميرا العريضة تبعت الايفون أكيد أفضل من كاميرا شاومي في عندك خيارات صراحا والسيلفي تبع الايفون أفضل من السيلفي تبع شاومي فالأساسية والزوم عند شاومي أفضل والعريضة والأمامية عند الايفون أفضل فانت مين ديك تختار أنا بختار الكاميرا الأساسية شاومي بس لازم أذكر برضو الفيديو إذا أنت بتحب الفيديو كثير الفيديو أفضل على الآيفون ولازم أحكي كمان أن الكاميرا الأمامية عند الآيفون بتصور فيديو 4K شاومي Full HD البطارية الآيفون هذا اللي برو ماكس عنده 3687 ميلي أمبير وشحن سريع 20 واط بس بالعادة بطاريات الآيفون بالذات البرو ماكس عمرها كويس وعمرها هي فعليا أحسن من عمر الشاومي معنها البطارية الشاومي أخوان 5000 ميلي أمبير بس المعالج بيصحب طاقة لكن اللي يساعد الشاومي بيخلين أختار الشاومي مش بس أنه البطارية كبيرة عنده شحن 120 واط شحن خرافة صح ما عنده شحن لسلكي 15 واط زي الآيفون وأنا بالنسبة لي هذا الخمستاشر واط مش مهم صح بدي شحن لسلكي بس ما بدي 15 واط لأنه تعودت على الشحن السريع واللي بتعود على الشحن السريع رح يروح بس شحن سريع فأنا بختار الشام لأنه يعني حتى لو بطاري ما كان عمرها كويس فرضا صار ظلت فيها 30% برميع 10 دقائق فقط بكفيني على الشحن 120 واط فهي كانت خياراتنا من ناحية تصميم الآيفون تصميمه أحلى من ناحية شاشة الشاومي أفضل من ناحية سوفتوير الشاومي بالنسبة لي أفضل من ناحية أداء أداء الشاومي أفضل من ناحية كاميرات الكاميرا الأساسية والكاميرا تزوم شاومي أفضل الكاميرا العريضة وكاميرا الأمامية الآيفون أفضل من ناحية الفيديو كله الآيفون أفضل ومن ناحية البطارية أعتقد أنه أنا بختار الشاومي مع بطاريته وشحنه السريع هاي خياراتي اكتبولي شخياراتكو اكتبولي إذا بدكوا أعمل حلقة ثانية وإيش الأجهزة اللي نعمل بينهم مقارنة في صندوق التعليقات شكرا جزيلا سلام عليكم